أيضا كلنا تابعنا أن مصر رغم الأزمات الموجودة على السحل ولكنها تحاول طول الوقت أن تقدم مواردها إلى الأمام أو تبحث عن موارد تستطيع أنها أيضا تعين الاقتصاد المصري لكي يستطيع أن يعيش في بيئة أفضل بالنسبة للمواطن شفنا مع حضرتكم عدد من المشروعات المختلفة من المشروعات الزراعية وأيضا المشروعات الخاصة بالموانئ المصرية ومصانع وافتتاحات كثيرة جدا أضاف أيضا سيد رئيس خلال مشاركته في المائدة المستديرة أن رؤية مصر لتحقيق النمو ترتكز على توفير فرص عمل وده كان واضح جدا من كم المشروعات اللي مصر كانت بتعمل عليه وأيضا أكد على السبل عيش كريم لكل مواطن من خلال أيضا المشروعات ومشيرا أيضا إلى أهمية تعزيز مقدرات الدول عبر التحول العادل في أنماط الإنتاج والاستهلاك المستدام وده واضح في عدد من المشروعات مفيش يعني أكبر المشروعات اللي بقت موجودة في مصر أيضا هي مشروعات صديقة للبيئة وبتقوم أيضا على الاستخدام الأمثل للموارد الطبعية وشفنا أيضا ده في أكثر من مشروع قدمته مصر نعود ونستمع لجزء آخر من كلمة السيد الرئيس في هذا الإطار أود أن أشير إلى أن رؤية نصر في تحقيق الدمو ترتكز على توفير فرص عمل وصوب العيش كريم وتعزيز مقدرات الدول عبر التحول العادل إلى أماط الإنتاج والاستهلاك المستدام تقوم على الأسس العلمية والاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية والامتسال لإعتبارات كفاءة الطاقة وبالتالي فإننا نقدر أن نمو الأخضر ليس بديلا عن التنمية المستدامة وإنما محافزا لها وأنا في التجربة الوطنية اسمها وليس أشير على مجموعة من المشروعات التي تم تنفذها في إطار يخدم النمو الأخضر وفي نفس الوقت حقق التنمية المستدامة